من قصص النجاح طبعاً اللي احنا حكينا عنها هو الأسير الذي استطاع يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال هذا البرنامج استطاع أن يشفى وقصة انتشرت عبر في وسائل التواصل الاجتماعي وكثير من الأخوة يعني قولوا الدكتور شو هي الوصفة وإيش هي القصة تبعت الأسير طبعاً احنا مش كل المعلومات بنقدر نحكيها لأنه حتى نحافظ على سرية بعض المعلومات اللي احنا بالذات التي تخص بالذات أسرانا البواسل القصة باختصار يعني احنا عددنا برنامج خاص للأسرة من خلال يعني عملت بفضل الله سبحانه وتعالى لقاءات عشرات اللقاءات مع الأسرة المحررين كيف بياكلوا كيف بيشربوا إيش بعض النباتات المتوفرة عندهم أو البهارات بحيث أنه احنا نعمل برنامج خاص بالأسرة طبعاً دون ذكر أنه هذا البرنامج خاص بالأسرة لأنه أكيد الآن وأنا بحكي الكلام هذا مسموع عند العدو وبالفعل قدرنا نحصل كم كبير من المعلومات وحياة الأسير والفورة وكل تفاصيل حياته قدرنا نحصل على قعدنا أشهر حقيقة وإحنا بنجمع هاي المعلومات وبالفعل اطلعنا برنامج وكان من خلال البرنامج اللي أنا بحكيه من خلال الأمراض اللي أنا بعرضها كنت بعرض علاجات موجودة في الأسر في داخل السجون لكن للأسف فيما بعد اكتشف طبعاً تم اكتشاف موضوع البرنامج وطرينا نلغيه لأنه لقينا أنه بعض الوصفات بدأت اليهود ياخدوا بالهم منها يخلطوها في بعض فطرينا نوقفها حتى نحافظ على ما تبقى من الإمكانية الموجودة فكان في يوم برن الجوال طبعي كانت الساعة تقريباً 12 في الليل تقريباً أسير بحكي معاي أسير من غزة هو طبعاً محكوم تقريباً فوق العشرين سنة هذا الأسير يعني بيحكي معاي هو بيبكي وبتألم فبقول له دكتور أنا في عندي صداع رهيب وعندي داني فيها ألم شديد فإيش الحل لا عارف نام ولا عارف أقعد ولا عارف كذا فبصراحة كلامه كان مش واضح يعني من شدة الألم ففجأة الجوال وجع منه فمسكوا أحد أصدقائه قال لي دكتور إحنا يعني أخونا الأسير وضعه صعب عنده ألم شديد في الأذن واليهود شخصون هو عنده سرطان وكبيرها بيدله حبة أكامول فهو بيحكي معاي وأنا يعني حقيقةً جاعد بستلهم كل قواي وأدعو الله في هذه اللحظات يا رب سخر لي كل العلوم اللي تعلمتها عشان أقدر أفيد هذا الأصير لأنه بالفعل يعني صوته هو بسرخ لإنسان مكلوم لإنسان أسير أسد سجين كيف أنه أنا بدي أقدر أدي له وصفة لأنها بكلها دقائق بعد هيك الجوال رح يتسكر يعني وأنا بأدعو الله يا رب أديني أي شيء الآن يخطر في بالي لأنه صرت في حالة إرباك صوت الأسير مغم عليه أو صوته كان بسرخ وبعدين أغم عليه الأسرة في حالة هلع بدنا وصفة سريعة فحقيقة يعني أنا في هذه اللحظات بأدعو الله يا رب أي أديني شيء الهمني بوصفة من الوصفات أديها لهذا الأصير بالفعل بلا إرادي بتقول لهم بتجيبوا بصلة بتعصروها بتحطوها بقطارة ولأنه أنا عندي معلومات كافية عن يعني إيش اللي بيقدر يوفروا بالسجن بس هذا اللي كان يعني من الوصفات الأساسية وخليه على مدار أسبوع لأنه كان موعده بعد أسبوع بده نأرض على الطبيب الإسرائيلي صهيوني فجيب بصلة وعصرها وحطوها بقطارة وفي مكان دافي وخليه كل يوم يقطر منها زائد أنه يأكل كذا وكذا وكذا من الأكل الموجود يعني بحيث أنه في الأسبوع هذا يعني جد ما نقدر نقدر نديله إشي يقوى المناعة ومضاد لأنه أنا مش عارف إيش اللي عنده بالزبط يعني وبالفعل خلاص انتهى الموضوع اللي عندهين بعد شهرين تقريبا بيجييني أبو ويعني جزء من عيلته على المركز وجابين محمب كي وارد وبنشكرك وكذا وأنا بالله ناس الجصة يعني فبقول له إيش الموضوع قال لي إحنا أنا أبو فلان فلان الأسير وأول ما طلع من الحجز الانفرادي تصل علي وقال لي هل جيت روح لها الدكتور محمود الشيخ علي وأشكره فقلت له مين فيهم يعني كتير أسرى بالتصوحين قال فلان الفلاني فتذكرت القصة فأول شيء حمدت الله سبحانه وتعالى أنه الأسير بخير فقال لي من بعد أنت ما أديته الوصفة بدوا الشباب يتعاملوا معاه في اليوم الخامس صحة من النوم صديد بينزل من دانه بشكل كبير وبعد ما نزل الصديد فبدأ يقول لهم بدأ يقول لهم أنه أنا الآن بدأت أسمع كويس طبعا تاني يوم أو بعد بيومين راح نعرض على الدكتور صدم الدكتور أنه هذا الأسير مشافى تماما معافى فبدأ استفزوا طبعا مين دخلك الدواء مين مين جبت الدواء طبعا الأسير رفض يحكي تم عزله لمدة شهرين في سجن انفرادي هذا الكلام طبعا حكي ليه والده وطبعا يعيش في حالة انبساط مع أنه في سجن انفرادي بس هو مبسوط أنه هو الحمد لله لا طلع معه سرطان وأنه كان عنده مجرد التهاب والالتهاب هذا تم شفاءه بشكل كامل وما لعبه في اليهود أو لعبه في سمعه والحمد للرب العالمين الآن هو بصحة جيدة فنسأل الله هذه القصة بعد قصة الأسير طبعا احنا على فكرة عنا عشرات القصص من خلال برنامج جيل الأصحاء لكن احنا نتكتم على الإعلان عن هذه القصص بالذات مع الأسرة لما ربما يلحق بهم لكن هذه القصة اللي احنا صرح لنا أن نتحدث بها ترجمة نانسي قنقر